اهلا بكم مصدقائي في هذا الفيديو الجديد ودائما مع جديد التحديثات حيث لازالت تحديثات هواتف سامسونج تتصدر قائمة التحديثات لن نتحدث عن سامسونج فقط بل هناك هاتف آخر من شركة شاومي تم الإعلان عن سامسونج جالكسي A20 مرة أخرى في مارس 2019 مع أندرويد 9 باي حيث تلقى نظام الOne UI 3.1 المستند إلى أندرويد 11 قبل أسبوعين تم إصدار التحديث في روسيا ولكن تم توسيع النطاق الآن ليشمل الهند يأتي تحديث أندرويد 11 لهاتف جالكسي A20 في الهند بإصدار البرنامج الثابت التالي يتضمن تصميم أمان أندرويد لشهر يونيو 2021 ويمكنك توقع واجهة مستخدم معاد تصميمها مع الأشياء الجيدة المعتادة في أندرويد 11 مثل فقاعات الددشة والوذونات لمرة واحدة يجب أن يصل تحديث أندرويد 11 الخاص بالA20 إلى جميع الهواتف في غضون أسابيع قليلة ولكن إذا كنت لا تستطيع انتظار مطالبة التحديث على جهازك فيمكنك التحقق من ذلك يدويا من خلال الانتقال إلى إعدادات جالكسي A20 ثم بعد ذلك التوجه إلى قائمة البرامج ثم إلى التحديث نمر الآن إلى جديد تحديثات شاومي حيث سيتمكن ريدمي نوت 9 من الوصول إلى الميو آي 12 استنادا إلى أندرويد 11 في الأسبوع المقبلة استفاد الإصدار الصيني من هاتف شاومي الذكي من هذا التحديث في بداية العام بينما من المتوقع أن تصدر جوجل الإصدار الثابت من أندرويد 12 في وقت ما في خريف 2021 قررت شاومي جعل التحديث إلى أندرويد 11 ممكنا لريدمي نوت 9 في الواقع تم إصدار الهاتف الذكي الصيني في نفس الوقت مع ريدمي نوت 9 برو في كل من فرنسا والهند وقد بدأ مسيرته مع أندرويد 10 من واجهة الميو آي 11 بعد عام من إطلاقه شاومي تجعل التحول إلى الميو آي 12 ممكنا لريدمي نوت 9 بحيث يصل إلى أندرويد 11 بالنسبة لأولئك الذين يتابعون عن كتب نشر الهاتف الذكية للعلامة التجارية الصينية في الخارج فهذا ليس مفاجئا في الصين يطلق على الريدمي نوت 9 اسم الريدمي 10X4G وقد تم تشغيل الميو آي 12 لمدة 14 شهر بالفعل واصلت شاومي ببساطة نشر واجهتها لبقية وسطول الهواتف قليلا من الصبر في الوقت الحالي لا يتوفر تحديث توندرويد 11 إلا للمتغيرات العالمية وروسيا ومن المفترضة يستغرق الأمر بضعة أيام أو حتى أسابيع للوصول رسميا إلى فرنسا بالإضافة إلى ذلك في الأماكن المعينة لا يستقبلها جميع المستخدمين في نفس الوقت ويكون النشر تدريجيا لذلك في فرنسا سيكون من الضروري تحلي بالصبر خاصة وأن التحديث هو في مراحله التجريبية ناتي إلى نهاية الفيديو ألقاكم في فيديو جديد آخر إلى اللقاء اشتركوا في القناة